السيسي اليوم في لقائه مع الرئيس الصومالي بيّن أنه ذكر تقربة الصومال أن أي دولة شقيقة يعني يتم الاعتداء عليها فنحن لن نسمح بذلك ومصر لا تقبل بهذا الأمر خاصة إذا طلبت هذه الشقيقة المساعدة في هذه المعنى هل فعلا هذا الكلام صحيح ولينطبق على قضايا أخرى أم أنه كلام يعني لا ينطبق على الحقيقة ولا الواقع هذا ما نتحدث عنه من شئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سن رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد اليوم سيسي يعني رئيس النظام المصري في لقائه مع الرئيس الصومالي في وجود وزير الخارجية المصري ووزير المخابرات وفي الاتحادية تحدث عن الصومال وما تم فيها من نهضة أو من تحول بعد الأزمة التي عاشتها وأن هذا كنموذج يعني نستفيد منه كمصريين وأن مصر لا تسمح ويقول هذه الرسالة نقولها لإثيوبيا يعني لأن هناك مشكلات بين الصومال وإثيوبيا ويقول يعني أي اعتداء على دولة شقيقة لأن الصومال عضو في الجامعة العربية ولن نقبل ولن نسمح بأي اعتداء عليها ومصر لن تقبل بذلك وأنها إذا خاصة إذا طلبت هذه الدولة الشقيقة مساعدتها اللي هو مصداق العبارة السابقة لديه إن جيش مصر إذا تم الاعتداء على دولة شقيقة سيذهب مسافة السكة مسافة السكة طبعا النموذج لذكر السيسي عن الصومال نموذج حقيقي لكن ما الذي أدى بالصومال إلى التفكك والانهيار هو الحكم العسكري يعني الصومال دخلها الاحتلال الأمريكي وقوات أمريكية وكان هناك حروب يعني دامت سنوات طويلة الذي أدى إلى شيء من الاستقرار نوعا ما أو إلى حد ما هو بدايات أن يكون هناك شيء من نسبة من الديمقراطية وليس الديمقراطية الصحيحة أو كاملة على هوامش من هوامش الديمقراطية لكن الذي أدى بالحال في الصومال إلى هذه المرحلة والناس يعني يموتون جوعا وكانوا كما يقولون جلد على عظم كان فساد الحكم الذي حكمهم ومعظم بلاد إفريقيا يحكمها الحكم العسكري منذ سنوات طويلة يعني انقلاب وراء انقلاب وراء انقلاب حتى العسكر في بعضهم أو مع بعضهم بعضا الدرس اللي أعايز يقوله لنا يعني إني إزاي تخطوا هذه المراحل طيب وهل إن تعيشت هذه المراحل لم تعيشها بالعكس معونات غير مسبوقة تأييد عالمي غير مسبوق لا يرئيس آخر خلافات إذا كان هناك معارضة تم القضاء عليها بكل جبرود والعالم الغربي صامت تماما عن هذا الملف الحقوقي فإذن القصة ليست عندك تحديات ربع تحديات الصومال ومع ذلك الصومال ورواندا اللي كانت فيها حرب أهلية ودول أخرى إفريقية لا لم يحدث طيب هو السؤال الأهم سيبنا من هذه النقطة خلاص فهمنا أن ده حكم العسكر في كل مكان ادعاءوا بإني وأي دولة شقيقة ويتم الاعتداء عليها نحن لا نقبل وخاصة إذا طلبت طيب هو السؤال ألم يطلب إخوانك وأهلك في غزة النجدة لن نقول لك تدخل عسكريا لأنك لن تستطيع أن تفعل ذلك ولا تقرؤ أن تلوح بذلك لن تولى غيرك بالمناسبة ولا أي حد حاكم آخر يعني إذن لماذا لم يتم صد العدوان عن أهل غزة لن نقول العدوان على الأقل فتح المعبر إرسال المعونات ولا يتحجج أحد بأن هناك معابر أخرى لا الذي أعلن أنها الشقيقة ليس الذي أعلن هي الحقيقة مصر هي الشقيقة الكبرى ثم المعبر الذي على مصر هو هذا المعبر فلا يتحججن أحد به كذا ثم أنت اللي قلت مسافة السكة فأقرب مسافة سكة بينك وبين أي جيران أول جار هي غزة خاصة أنها كانت من قبل تحت الحكم المصري فمسافة السكة أو لن نقبل الاعتداء على دولة شقيقة أليست فلسطين دولة شقيقة؟ بلى دولة شقيقة لكن وقع من قبل بلساني أنا حريص على أن يعيش المواطن الإسرائيلي جنب لجنب في أمام مع المواطن الإسرائيلي الغلطة اللي قالها وهي يعني تدل على الواقع فإذا معبر لا تستطيع فتحه إرسال معونات لا تستطيع استقبال ناس مرضى وناس يحتاجون إلى العون أيضا لا تستطيع المسألة بالنسبة لك صعبة طيب لماذا فتحت السدر على الصمال وإن الصمال وسنفعل أم هي مجرد كلمات طيب إتقولت إذا فما بالنا إذا طلبت طيب وهل في أكثر من الطلب هل لم يصل إليك الفيديو أطفال على الحدود من أهل غزة بيتوسلوا للجنود في الطرف الآخر من فتحة ضيقة جدا من صور طويل بين مصر وغزة ثم ألم يبلغك عن دعوة رفعتها دولة اسمها جنوب إفريقيا اللي ليست عضوا في الجمعات الدول العربية يعني فلسطين عضوا في جمعات الدول العربية عضوا موجود بل أساس تأسيس الجمعية جمعات الدول العربية قضية فلسطين وعصبة الأمم ويتعامل أبالها جمعات الدول العربية ليكون العرب كيان يدافع عن حقوقهم فالسؤال هل فلسطين مش أولى؟ أولى طيب جنوب إفريقيا رفع دعوة ما موقف مصر موقفك إيه؟ إنها دولة شقة اللي انطلبتها النجدة مطلوب تدعم الملف فقط جنوب إفريقيا لم يحدث بل حتى لما محامل كان الصهيوني ادعى كذبا وزورا إن اللي قافل المعبر مصر لم ترد مصر رد رسمي بالدعم إلى المحكمة بل عن طريق رسل استعلامات ضياء رشوان حتى لا تعطي الرد قيمة دولية فيدين الكان الصهيوني إذن لماذا دائما السيسي فيه فتحة السدري دي مرة مع أني مسافة السكة في أي دولة عربية ده مع الخليجيين واليوم مع الصومال وهو السؤال الغريب الدائم لماذا كثرت هذا الحديث بينما الناس ترى واقعا آخر يعني في قضية فلسطين لا تفعل شيئا في قضية ليبيا كان في الطرف الذي لا يفيد أيضا في السودان إلى الآن السودان جنبك كوارث فيها تحدث لماذا لم تمتد يد لهذه الشقيقة السودان أليس أجمعنا بها نهر النيل بلى وتاريخ ماضي وصلط مصاهرة عابرة للسنوات بلى طب أين أنت من الأشقاء في السودان بلى للتضييق حتى في ناسي بتأتي ثم حملات مغرضة ومجرمة ضد هؤلاء الذين جاءوا ووفدوا إلى بلادنا الحقيقة يعني كلام السيسي دائما في مثل هذه السياقات بيكون كلام مجرد استهلاك محلي للإعلام لكن على أرض الواقع لا ينطبق على هذا الواقع في شيء للأسف وهذا ليس دور مصر المطلوب بل دوره أكبر من ذلك وأهم من ذلك نصر الله عز وجل أن يرد إلى مصرنا كرامتها وسيادتها وماضيها العظيم في مواقفها من قضايا الأمة العربية الإسلامية اللهم أمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا